السلام عليكم ومرحبا بكم معي في القناة نتمنى ان شاء الله تكونوا في صحة جيدة وتكونوا بخير وعلى خير وانتم ما كتشاهدوا هذا الفيديو وتابعوا معي الفيديو حتى الاخير ولا اعجبكم ما تنسوا الشاكوا في القناة وتضغطوا على الجرس باش دائما ان شاء الله توسطوا الجديد اللي اجداد على القناة والاقدام كنقول لكم شكرا على الدعم ديالكم وعلى المشاهدة وعلى التعاليق زوينة اللي كتحطوا ليا بسم الله انا عندي هنا يا وحد الاناء اللي غادي ندير فيها ربعات الكؤوس ديال الدقيق عندي هنا يدقيق الابيض اللي كيكون من نوعية جيدة وغادي نضيف عليه الخميرة حسب الجو قدر هنا وحد المعلقة وكندير الملح حسب الطوق وكندير رس المعلقة ديال سكا سانيدة او كنديروا العسل وهنا كندير وحد نص معلقة ديال سودانية واربع كاس ديال زبدة مدوبة وحد المعلقة كبيرة ديال زبدة اللي دوبتها صافي وكنعجين بالمدافي كنجمعوه بحلاكة باللمح تولي العجينة عندنا مجموعة ما تكونش قاصحة وما تكونش هكا مطلوقة بالسك بالسيف صافي كنجمع العجينة هكا بالتدريج كنخويل الماء بالتدريج شوية شوية هنا رزت معايا 150 مليلي لتر ديال الماء صافي هنا غادي نجمع العجينة وغادي نحطها فوق طاولة العمل باش كندلكها شوية غير شوية وحد ثلاثة دقيق بحلاك كل وربعة دقيق حتى كنتخلط لنا هكا العناصر وكندديها ونجيبها شوية صافي العجينة ديالنا هيا ارتاحت وكنجمعها غادي نرجعها هكا الانقفش عجينتها كندهنا بشوية دي الزيت من الفوق صافي وكنغطيها وكنخليها حتى كي يتضاعف الحجم دياله وكنتختامر ونحطها لجن وكنجيب هنا يا عندي صدر ديالدجاج انا عندي هنا يا صدر انص ديالدجاجة انتو ما كديروا الكيمية اللي اللي كتزقدكم وعلى حسب افراد العائلة وكنقدروا ما نديروا منه بلاش ما يميم الى ما كانش ماشي مشكيل نقدروا نديروا غير هاد الحشوة اللي غادي نوريكم هاها كافية اللي متوفر عندنا بهكا متوفر عندنا ديالدجاج او ديالداند او بهكا ديال الحمل احمر او ما كيناش يعني هاد الي هاد الكيش شرها هكا تجي باش ما بغيتوا تديروها باش ما عمرتوها صافي هنا يا بعد ما قطعت بحال هكا ديالدجاج قطعت شرائح شوية طوال نديروا فوحد المقلة ندير شوية ديالزيت البلدية او زيت السيتون او نديروا زيت نباتية على حسب المتوفر عندنا شوية الملحة وشوية ديالفلفو الاسود او البزار شوية ديالسكينجبير عفوا النات حميرة او البابريكا وكنديرو بحال المعلقة ديالخردل كندير شوية ديالساطر صافي غدي نخلطهم وكنحطي على جن بحتى كيتشرب مزيان هاد العمليين قدروها كنديروها في اللول هي اللولة وكنخليوها على جن بحالك حتى كيتشرب لنا ديالجاجها التسبيلة صافي هنا كحطيته فوق البوطة كيتشحر على عافية مهيلة وهنا يدرس وحد الحبادي الوصلة غدي بحالكك نستفدو من هاد الهاشوار لانها كتنفعنا في هاد رمضان كيكون عندنا شقة هكا وهكا يعني هادي عملية بحالك اللي ما عندهاش وبغدت شريها ما تخافش منها تاخدها لانها رها عملية وكتنفعنا بحال هكا ضغية كتوجد لنا بحالك الخضار حاجة البنات هي اللي ما تطحنوها شفيها أنا غدي ندير فيها هنا يا خزو حاجة إلا الحم الحمر ما تطحنوش فيها الحم الحمر راكي هلكها يعني بغيتوا تطحنو فيها كارها كتبقى عندكم كتدي لكم واحد المدة طويلة أما لدرتو فيها الحم الحمر فاتلي أنا كانت عندي وحد أخرى ودرت فيها الحم الحمر صافي وخصفات خصر لي الموتور بحال هكا الخضار هاديرا عندي دبشي تلسنين ما شاء الله كنخدم بيها انتو ما شاهدو كيفاش كتقطع الخضارة كيفاش كتهرمشها وكتبلا ما تبقى يتحقيها كف الحكاكة نغذر راولة نصفي هالل القرعة حتى هي ندرك جوجو حبات ديو القرعة وجوجو حبة ديو خيزو واحد الحبة كبيرة دي البصلا كبيرة شوية صافي قندل زيت البلدية أو زيت السيتون غدينتبل ندير شوية ديو الملحة حسب الطوق فلفل أسود أو ليبزار الكوركم أو الخرقوم البلدي سكينج بير الزيتون 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 نخلط نضيف المقلة نضيف المقلة نخلط نضيف المقلة نضيف المقلة نضيف المقلة نضيف الحليب نضيف الحليب نخلطهم جيداً وضعهم على الجن نضع العجينة نضعها في طاولة العمل نضع العجينة نضع العجينة نقسمها نضعها كبيرة وصغيرة نضعها الكبيرة صغيرة. صغيرة كنحطها على جنب. والكبيرة هي اللي غدي نخدم بها اللولة. هنا غدي نضيف شوية دي التقيق. صافيو كندير المدلك باش كنصرحها. كنصرحها مزيان. حتك اترقاق. لان نصرحها البنات باش ما تجيش غليضة. يلا جا تغليضة هاد لبقطرة مما كتجيش تسوينا. ضروري تصرحوها رقيقة. كنزيد ما زال نصرحها. صافي هنا يا غدي نجيب الصينية اللي كندخل الفران. انا عندي هاد الصينية 28 ديها 28 سنتيم. صافي كنصرح في هكا العجينة. العجينة دي نرى قابطة في راسها. ولا كنا راهي يارطبها. وكان نضغط الوسط والجوانب حل هكا. كنضغط عليها الوسط. والجوانب. كنحيي لها الزائد. صافي كنجمعوها هكا في الجنب. وكان بدي نضغط عليها وكان كرس. كنعمر دوك الجوانب حلاكة دوك اللي. صافي كنسرح. كندهن هكا با 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 دقيق. وكان قولها وكان هذه هكا فوق هالجرادة دي للعود. باش كسب قرينة هكا. الفوق ديالها قدي نقلبوها بيها بعد ما كنسرحها. صافي كنحط نضيف حشوة حشوة بردات جيدة لا تضيف سخونة لبنات نضيف حشوة حشوة نضيف حشوة حشوة نضيف حشوة الحشوة نضيف الحشوة لبنات مشغلة نضيف حشوة يدون أصبح نصبخ نزيد نقعد و نسد الجوانب نضغطه عليه باش ما تحلش و نضغطه عليه باش ما تحلش و نضغطه عليه باش ما تحلش و نقب و نضغطه باش ما تنفخش لنا باش نضغطه باش ما تحلش نضغط باش ما تقوم باش ما تحتوش لفرران نضغطه فران وهانتو ما شفتو هاد اللي كيش اللي كتجي رائع وكتجي عالية بحل هكا وغد نقطع معاكم باش شوفوا كيفاش كتجي من الداخل كتجي عامرة وكتجي لديدة وكتجي رائع وغير جربوها ورضو عليا في التعاليق هانتو ما شفتو كيفاش كتجي وما تنسوش إلا عجبكم فيديو ما تنسوش شاركو في القناة وضغطو على الجرس باش دائما إن شاء الله تتوصلوا الجديد ولكن ما تنسوش ليه لايك اللي يجازيكم بخير بعدما كتفرجوا في الفيديو ديلوا واحد الليك اللي يجازيكم بخير وغد نقول لكم صحة والراحة وجربوها ورضو عليا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته